افتتحت محافظة شمال سيناء المدرسة الثانوية البحرية بقرية التلؤول في مدينة بئر العبد والتي تقع على مساحة 10 ألف متر مسطح بتكلفة بلغت 25 مليون جنيه وتحتوي المدرسة على 9 فصول بإجمالية 960 طالبا بالإضافة إلى ورش الصيد والملاحة والفنون البحرية يأتي افتتاح المدرسة ضمن المشروعات التنموية التي يتم افتتاحها في محافظة شمال سيناء احتفالا بالذكرى الثانية والاربعين لتحرير سيناء احنا النهاردة في المدرسة الفنية البحرية ودي مدرسة بتقبل من بعد نهاية الاعدادية يعني من السنوي بنخش فيها وهذه المدرسة مصممة لخدمة كل المراسل الموجودة لدينا اربع مراسل موجودين لكل المراسل الموجودة عندنا في نطاق محافظة شمال سيناء ان شاء الله المدرسة ديت حتعمل الخرجين اللي هما ان شاء الله حيكونوا يعني عايز اقول ركن أساسي في رفع كفاءة التعليم الفني البحري نحن النهاردة فنتم فيه بنفتتح ونسلم المعالي الوزير المحافظ بنسلم البيوت لتلاتين منزل بدوي تم افتتاح نهاردة عشر منهم وفي عشرين افتتحوا في خمسة وعشرين يناير وبتم توزيح المنزل مكون من على مصطح مية وعشرين متر تمانين سكني واربعين متر حوش وطبخا للطبيعة البدوية